بمناسبة حدث البلاك فرايدي موقع يوسف ان باي عاملين خصومات خرافية على اسعار الكونز طبعا الموقع امن ومضموم مية بالمية من الباند ولكن ستستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن بيخصم لك سبعة بالمية بدل خمسة بالمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن انا استرقائي ورحمة الله وبركاته اليوم مقطع جديد من سلسل تحديات فوتو درافت اليوم عنا تحدي فوتو انه نختار اعلى لعب بدربلنج التحدي صاحب نوعا ما لكنه جيد ان اللاعب العالين بدربلنج غالبا يكونوا ممتازين ومدائما بس يعني باغلب الاحيان فلا تسوي بداية ضعوتكم على لايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين انه نحاول ان نوصل فوق الخمسة عشر الف لايك على هذا المقطع اذا كل واحد ضغط لايك منقدر وبسهولة شديدة فيلا ببنا نطول كتير بالمقدمات خلونا نبدأ بسم الله يا رب تشكيلة تنفع بس اربعة خمسة واحد حلو 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 طيب في خطة احسن لا معشي اعلى لعب بدربلنج يا رب بدايتها بلعب اسطوري كابتان ونيمار يا رب ارجوك ارجوك يس يس بداية اسطورية اربعة وتسعين لدربل اعلى واحد بدربلنج ممتاز طيب لا تمتح كتير بدرافت بصير سيء الدرافت سيء يا شباب شوها وين وين اللعبي اوكي اوو ريبري فرق واحد اوكي مارشيل حلو مارشيل حلو اوه الدفاع يلا لا يا اخي اوه مشكلة الاحتياط ما بيطلع لك مدافعين تعرفوا ولا بيطلع لكله اظهر الازهر الازهر عنده العالي بيطلع اظهره سي بي بتضطر تختار الظاهر لانه دربل عنده عالي اووو موسا ديمبلي هذا هيك الدربل عنده عالي اوكي طاقاته كيف بالله ولا كان مع توتنهم هذا كان كتير الناس تلعب فيه كان منيح كتير اللي بعده رايس وبيت اوكي طاقاته الكامات ممكن يجي فيهم ايقون او لاعب ممتاز بظن دي براين ممكن مسلا اليخاندرو غوميز ودي براين وكلهم تمان اثمان اربع اربع لاعبات تمان اثمانية لترويلي واو. لا واو عن جد فعلا واو. هلأ كنتيني بيشبكه مع هذا بس. برون التسعة وثمانية والله بشوف ضدي بيجلت بصراحة. اخذه على حساب دي بروين. ناخده من جربه. ماشي? ليش لا? انا ما اه هو بيشبكه اخضر كمان كفو. طيب انا ما اجربت له انه برون دائما باخد دي بروين. قلي بعده يا رب يا رب. دي مارية. كيف تنشبكم عنامار. يا رب طيب. ما اشي مشان نيمار ياخد التناغم عشرة. اكوني يا ستة وثمانين. انا عرفانا عرفان ما راح يطلع على الاشي اعلى من ستة وثمانين اللي بعده. لسه انا ما اهربت عالدفاع ف او و فيرمين و تسعين يا غاف. هلو وبيشبك مع نيمار كمان ومع العناصر الدولي الانجليزي كافو. كافو كافو كافو. طيب يا رب يزبطوني بالسي بي. ها يكون واحد ممتاز هيك. لا يا اخي بونوتشي لك بطيء لك على شو اللي يدربل عنده 71 يا سي بيات عندي وفات وكوة حتى الالبي جلطة اوه كربخاء والله منيح يعني هو احسن ايه وبجيب هذا هون اوكي اوه اوه نايس تناغم ضايع مين بيرجوين يا ساتر لو فريد هلا قديش كان نفعني كان شبك اخضر مع برونو اخضر مع فرمينو يعني كان ممتاز بكون اه طيب رح ناخد بيرجوين يا رب بلوتي او بيروتي منتل شو شباب شباب محتاج الخطة لعبين اوه مايجا روبيرتو زفت لعبوا سي بي طيب اه السي ام يا رب يا رب واحد ممتاز بوكباب بظن يطلع مودريتش ماشي هم يا اللهي ما بعرف فنالتم كان منيح يعني مودريتش ما اللو سيء بظن كتير واه يا التناغم واو اوكي اربعة وثمانين كريم بالعربي ما طلعلي غير نيمار هو اليك خارق يعني متمنين بابي ولي شي اوديجارد اوكي بيلعب؟ ولا ما فيه اللو تناغم بصراحة ولا بممكن تلعبه هون بيشبك واو بس هيك نيمار فعلا راح تناغمه يا ساتر اللي بعده يا رب طيب بيبقى لنا الحراس واحد سي بي ماشي يا رب يا رب لا 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 حليا لبورتي يا اخي ما بدي قلبها استغفر الله طيب يلا كله الدفاع اسباني شلون يعني اسبان مراويغين بزيادة يعني والشو القصة الحراس ما فيه ندربل بس بدنا واحد دوري اسباني طبعا ما راح يطلع طبعا طبعا بس جنسية اسبانية يبلعوا يا ايه كرشتيغن طيب اسنخو وفاشلة من احسن والله ما بعرف اي شي وخلاص لكن ماشي راح زبط الخطة ونيمار يعني راح حاول اني خلي ياخد تناغم لنشوف كيف بتصير طيب بشكل عام هاي تشكيلة نهائية وتشكيلة مراويغين فيه لعبين كتير عندهم لدربل حلو اغلبهم لدربل عنده بالتشكيلة الاساسية فوق الاثمانين يمكن معادة الدفاع شوي طيب ان شاء الله نيمار يبدأ انا راح يعتمد عن نيمار كتير صراحة هو اغلب لعب راح يعتمد عليه راح يلعب استي بالجيم اوكي عنده نيمار كمان وعنده برونو طيب مارشيال جناح راح يكون مين عندك مدافعين هون كونيا قدش تطول بالله بتذكر اكوني كان مسلم ماضي معي رهيب لعبه اقول لك نزل بونوتي يا سرعت بونوتي والله سرعته راحة وفات اوكي هيك بظن منيحة عندك برونو فرناندز عندك كزا لعب منيح بالتشكيلة واصلا يعني ما عندي لعب زيادة اقدر نزلهم وانا يعني ما فيه اللعب الممتازين فخلينا نقول ان شاء الله نيمار يبدأ هو يعني اهم لعب بالتشكيلة واحد عنده نيمار وانا عندي نيمار كمان بس بسه ما اشفتها تعال تعال بس تعال طيب 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 فيسه لكامب الموضوع يعني راح نبلع جول طيب 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 اوكي كورزاوة كورزاوة قلب مين بالنص اوكي طارق مودريتش تدخل ضعيف من المدافع او ماي جاد شو شفاف مرنشي شو هاد والله راح نبلع هداف كتير بالمباراة انا بعرف برونو فرنانتز نيمار وينو ما في غيره لانه راح يعمل فرق بصراحة روبيرتو فيرمينو فولصا منتر لا يا نيمو لا يا نيمو حرص ممتاز كم متوقع بان يتصدد لها بيرغوين نيمار نيمو لا يا نيمو لا يا نيمو لا يا نيمو النار لا يا نيمو لعب خفيف باللعيب المهارين بتحس اللعب خفيف فعلا بالجيم لكن هو الدفاع لمنافع صراحة بس لا تصيروا شفافين بالملعب بس الله هياخذك عدم تفرج طيب لا يا أخي روبرتو رح يجلطني ما رح يجيبها والله لو شو أصلي بونوتشي برغوين يا جماعة برغوين عم يقلب ظهير وبرونا هو العمير واحد جناح يعني المفروض انه واحد كام واحد جناح عم يصيروا بالعكس يا لعيب يا لعيب شوف المهارة الاستثنائية يا لعيب يا لعيب لا تلاعب مم أن يعقي قدام للكرة يا اخي offside اوكي أطعتkl خربت سلاكوان بقى بهالجام كل ما ادرع ترجع ماهي تنعم لاجلا وعلى ان هكيت يا حهرس تقتم بالتصSablen تقتم بالعرض الملعب تقتم بالمسفل عنهم مو combتو والله بالانتي والله العظيم انه بالانتي معرق اللي لعبي جوه المنطقة رهيب اللاعب رهيب رهيب لكن انا بارف خسرانة للمباراة بس اوله صراحة تشكيله ما لك لها الاد يعني تعود الى نيمار لعاب الباس فورن يا نيمار لعاب الباس فورن عاب يا الله تنسى دقائق وطلق حاجة والله ما مستحيلة يعني بس صعبة صعبة يا الله يخ ربيت امس تلكان بقى ليك ليك كم مرة بقطع كم مرة كم مرة ليك راح مفرد دانيال كاربخال دقيقة الاخيرة من عمر المباراة الكرة بتروح من نيمار يلعبها للقلب عند عرضي الله هت تنتمى للاسطورية ولا راحت مفرش صعبت صعبت لخصم لاعيب و stab جد لا ضجلة بها بتشكيله من نيمار ولا لاعب تاني باس و أصلا فهو نيمار اكيد نجم المباراة عنده دانيلو بيريرا لك كرزاوي يا جماعة اللي قوتوا سبعة وسبعين بدع معه. يخرب بيت الكذب. ما بعرفش لون قلب خارق بالجيم وحطة عليه رأسية فوق منها. فبشكل اهم عملنا العيان لكن المباراة كانت صعبة. شكرا لكم على المتابعة يا كنيدر انوصل لنهاية لتفصل اللايك واشتركوا بالقناة ان شاء الله تكون بساطة بمقطع وبساطة اللي كان عندي اليوم في امان الله. اشتركوا في القناة